اشتركوا في القناة لأن انت طول ما انت متمسك بالأمل اتأكد ان ربنا هيديك قد تعبك فسحنا نتفرج كده على صور مقارنات كده مش طاهر بس هنشوف لعيبة كتير نشوف بدأت ازاي وهم دلوقتي فين وكانوا هم بيعملوا ايه نبدأ الأول معنا بصورة معنا طاهر طبعا طاهر فكر الصورة دي كان في فبراير في فبراير السنة دي كان طاهر طبعا قاعد زعلان على الدكة وان هو ما بيلعبش يعني حصل تغيير ساعتها مرسل كولر غير وهو ما كانش مغير فكان زعلان جدا وبدأ ان هو مش بيشارك النهاردة بنشوف طاهر ان هو نجمل فرقة ونجمل فرقة السنة دي عامل أداء كويس جدا راح منتخب مصر وسجل وعمل أداء هايل يعني طاهر عامل أداء كويس جدا يعني فدي هنا من هنا احنا بنقول ان يعني محدش يفقد الأمل دايما خاصة في الحياة بصفة عامة هات اللي بعدها هنا زلاكة 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 كان في بترول أسيوت من سنتين بالزبط بعد كده راح برامتز وبعد كده انتقل لسراميكا وهكذا يعني عارب بعد كده فالوقت في منتخب مصر فده بعد سنتين اللي بعدها اللي بعدها إبراهيم عادل كان في المريخ البورسعيدي دلوقت في منتخب مصر واساسي وبيلعب من اللعيبة الأساسية في منتخب مصر اللي بعدها هتلاقي عمر مرموش عمر مرموش طبعا ده قصة وحكاية تانية ده من وقا ديجلة الوقت يمكسر الدنيا في الدور الألماني وطلع من ديجلة من اللي ما حد يحس بيه خد بالك فانت بتتكلم ان الحياة بتديك فرص والفرص دي انت ممكن ما تفقدش الأمل ان طول ما انت متمسك بالفرصة ومتمسك بالأمل هتلاقي ربنا دايما بيديك قد تعبك طيب في وسط الإيجابيات دي كلها والانطلاق اللي عملها طاهر والناس بتتكلم عليه بشكل إيجابي وبقى أساسي في منطقة مصر لما تسألت أو وجه اتواجه سؤال لمديرين فنيين على مستوى عالي لو انت هتبدأ بتشكيل تخط طاهر ولا زيزو في ناس قالت طاهر وفي ناس قالت زيزو ويمكن الناس راح جاحت الكفة ناحية طاهر طلع أحد الإعلاميين قالك ازاي تقرن طاهر بزيزو هو طاهر عمل ايه ده زيزو ده قصر الدنيا وعمل 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 انت لو سألت زيزو أصلا يعني زيزو عنده صفاء نفس كده وانسان محترم هيقولك طاهر بيقد بشكل كويس ويلعب مكانه وزيزو دايما كلامه إيجابي على كل زمان ولكن في بعض الناس بقى على السوشيال ميديا أو في الإعلام تحديدا بتحب تركب الترند وهي لا فكورة ولا بفهمة فكورة تعليقك يعني جزئيات دي أنا الأول أرفض التعليل من طاهر محمد طاهر لأنه هو عامل أداة كويس أنا الناس البعض الإعلامين اللي بتتكلم عن الموضوع ده طب هم كانوا فين لما كانت يفطت تطلع أكبر قلعة رياضية وأكبر مش كانوش بيتكلموا في الحاجات دي ليه بالزبط أكبر قلعة رياضية في الوطن العربي وصاحب مش عارف نادي الكارن ومش عارف إيه والحاجات اللي يوفط اللي كانت بتتحط دي كنت فين أنت في الفترة دي وما تكلمتش ليه الحاجة التانية طاهر طاهر من اللعيبة أنا بشوف طاهر كإمكانيات كإمكانيات هو لا حقول لحد أك لو عملنا مقارنة ما بينه وما بين زيزو هما الاثنين نفس النوعية لو أنت بتحل الأداء الاثنين اللعيبة بمعنى إيه أولا السرعة الاثنين سرعة القوة البدنية الاثنين أكوية على المستوى البدني الاثنين مش مهريين في الواحد على واحد يعني إيه يعني ما يفوتوش في واحد على واحد في الكورة معدل المرلأ بيعتمدوا على السرعة إنه هو دايما النوع من المراغة إن أنا بطول الكورة وبجري وراه مش حريق مش في الواحد على واحد فنفس الإمكاني العرضية من أحسن اتنين لعيبة بيعملوا عرضية في الدور المصري زيزو في الزمالك وطاهر في النادي الأهل عرضية التزديد بس الفرق هنا وإيه ميزة ده وإيه ميزة ده زيزو عنده ميزة عن طاهر في حاجة في الاستمرارية بقاله كذا سنة وفي الزمالك هو نجم الفرقة فعشان كده زيزو بقى زيزو دلوقتي طاهر لسه كان بقاله فترة مع النادي الأهلي بدأ ياخد دور النجم في الفترة الأخيرة ديت فده ده اللي فارق بس طاهر مسته عن زيزو إيه إنه لما بيلعب مع منتخبات مصر بيتقلق أكتر بيبقى لعيد دولي أكتر دولي زيزو لعب 45 ماتش جايب جونين طاهر لعب 3 ماتشات جايب جون فهي الاتنين نفس المقارنة يعني أبتكلم كإمكانيات كتحليل أداء الاتنين فيهم نفس بس ده عنده ميزة زيزو الاستمرارية هو مستمر أكتر عن طاهر لكن طاهر لعيد دولي أكتر كل ما بيلعب في المنتخب تلاقيه مؤثر أكتر بعدين طاهر لو استعرضنا البطولات بتاعته مع أنا برضو هنلاقيه جايب 15 بطولة مع النادي الأهلي يعني مش قصة مش قصة أغنية مش قصة أغنية زي ما بعض الناس اتكلمت ويمكن دي أرقامه طاهر في أول ما جاي لعب 43 ماتش أول موسم جايب 7 تجوان وصنع 5 الموسم اللي بعده اللي هو 21 22 22 جايب 4 تجوان وبعد كده صنع جنين نركز بس في الأرقام إنه أول موسم جاي جايب 7 تجوان وصنع 5 كمل هات الصورة اللي بعدها في الموسم اللي بعده اللي هو 22 23 سجل 3 وصنع 4 في 37 مشاركة 23 24 سجل جنين بس اللي هو الموسم القابل الأخير ده اللي قابل اللي احنا فيه سجل جنين وصنع 6 في 37 مشاركة الموسم الحالي الموسم الحالي بقى جاب 5 تجوان وصنع جن في 7 مشاركات ولسه الموسم بيبدأ ولسه الموسم بيبدأ هات اللي بعدها برضو هتشوف بطولاته 15 بطولة 15 بطولة أصل واحد يقولك إنجازاته أغنية ما احنا بنرد عليه بقى يعني إنجازاته مش أغنية سطلانة والكلام ده لا ده كلام فاضي آه يعني طاهر العيب من ساعة المجنة دي الأهلي بقى له أربع سنين جايب اتنين دوري جايب تلاتة كاس مصر جايب اربع سوبر مصري جايب تلاتة دوري أبطال أفريقيا جايب اتنين سوبر أفريقي جايب واحد كاس الكارات التلاتة اللي هو أفريقيا وأسيا والمحيط الهادي فيه ناس بتحب تقدم إعلام كوميدي وبيحاول يجروا وراء الترنت التفاصيلة دي مهم قوي فيه ناس بتحب تقدم إعلام كوميدي مش إعلام رياضي صح بس كده فده يعني ده أحسن رد دايما بالأرقام وزي ما قلت لحضراتك أنا تكلمت هنا بمنتقى الأمانة إن الاتنين كل واحد فيه ميزة بس الاتنين سواء طاهر أو زيزو بتاخد منه عرضية كويسة بتاخد منه تزديدة كويسة تاخد منه سرعة تاخد منه قوة بدنية كويسة تمام لكن كل واحد عنده ميزة طيب